ذخائر اليورانيوم المنضب تشعل السجال النووي الروسي الغربي فما هي خصائص هذه القذيفة الخارقة للدروع والتي تخطط بريطانيا لتسليمها إلى حليفتها أوكرانيا يعتمد هيكل هذه الذخيرة على عنصر اليورانيوم المشع والثقيل يو اثنان ثلاثة خمسة والذي يعد أكثر كثافة من الرصاص وبالتالي قوته تكون أكبر أثناء الاستضام وتخترق قذائف اليورانيوم المنضب الدروع عبر خاصية تدعى الشحذ الذاتي مما يجعل رأسها مدببا أكثر وقادرا على الغوص في الحواجز المعدنية مهما بلغ سمكها تعتبر هذه القذيفة نتيجة ثانوية أو عادما لعمليات إنتاج اليورانيوم المخصب وقد جرى استخدامها خلال قصف النيتو ليوغوسلافيا عام 1999 خلال حرب كوسوفو كما استخدمت قذائف اليورانيوم قبل ذلك في حرب الخليج الثانية عام 1991 في العراق وقد أدرجت في قائمة الأسباب المحتملة لما تسمى بمتلازمة حرب الخليج علميا لم يثبت بشكل قاطع إلى الآن أي علاقة سببية مباشرة بين اليورانيوم المنضب وعدد من الأمراض لكن خبراء يحذرون من أن نشاطه الإشعاعي يخترق جسم الإنسان كما يحذر الخبراء من أن تسرب اليورانيوم المنضب إلى موارد المياه وانتشاره في التربة قد يمثلان مشكلة صحية عويصة ترجمة نانسي قنقر